حينما يعجز حكام العراق الجدد أحزاباً وميليشيات عن حل خلاف بينهم فاتش إذن عن إيران التي كانت حاضرة في مختلف المنعطفات التي ألمت بالعملية السياسية في العراق وليس هناك صراع أعنف من ذلك الذي يندلع عقب كل انتخابات على المناصب والوزارات والامتيازات الحزبية والسياسية بوادر الأزمة بدأت معلان نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد وشهدت مقاطعة شعبية واسعة حيث فقد تحلف الفتح المنبثق عن ميليشيا الحجد أغلب مقاعده ما دفعه لرفض النتائج والتلويح بالتصعيد هنا صار لزاماً أن تتدخل إيران قبل أن تندلع شرارة الحرب بين وكلائها في العراق الصدر من جهة والعامري والخزعلي من جهة أخرى فطهران لا يزال بإمكانها القتال من أجل نفوذها في البلاد كما ترى وكالة رويترز الوكالة تحدثت عن زيارة سرية لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني إلى بغداد بالتزامن مع إعلان النتائج حيث أكد دولواسي غربي للوكالة أن قآني جاء لبحث النتائج وتنظيم صفوف الميليشيات وإبقائهم في السلطة الأنباء تواترت عن الشماع في بيت المالكي لبحث الأزمة لأسيما أن تحلف الفتح تبنى خيار التصعيد إذ تحدث أحد زعماء الميليشيات لرويترز عن استعداد الميليشيات للجوء إلى العنف في حال فقدان نفوذها في البرلمان أو الحكومة المقبلين مراقبون أشاروا إلى تحرك إيران لتعويض خسائر تحالف الفتح بالاتفاق مع أطراف أخرى على رأسها المالكي ولم يستبعد الصدر من الصفقة التي قد تكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة وعلى مدى السنين الماضية لم يكن حلفاء إيران في العراق على درجة من الوفاق فقد سبق أن استدموا عسكريا مرات عدة هذا فضلا عن السمرار مسلسل الاغتيالات وتصفية الحسابات بين الخصوم لكن قدرة إيران على جمع الأحزاب والميليشيات على طاولة واحدة مرة أخرى تبدو هذه المرة على المحك بالنظر إلى الوعي الشعبي المتنامي ضد المشروع الإيراني في العراق اشتركوا في القناة